احنا هنرسم كيرف بس فعايزين نشوف بس ايه نفهم بس الاول يعني حاجة حاجة قبليه كده قبل ما نخش على الكيرف وبصف الاول كده احنا بس ايه لو عايزين نحسب الوزن بتاع العربية فما هيبع عندي حالتين لو العربية ثابتة او العربية بتتحرك لو العربية ثابتة تمام فبقادي المنظر بتاعي كده وتقسيم الوزن على المحور الامامي والمحور الخالفي فبجيبها ايه من الخانون ده كده على طول ده الوزن على المحور الامامي وده المحور الخالفي وليه اللي واحد وليه اللي اتنين دول ده اللي هو بيما مكان ايه بعد السي جي عن المحور الامامي وبعد السي جي عن المحور الخالفي خلاص فده لو العربية ثابتة تمام طب ايه بقى اللي هيختلف لو العربية بقى بتتحرك لو العربية لما بقول ان العربية بتتحرك يبقى قصد ايما عربية بتعمل ايه? خلاص. اما دايس على دواسة البنزين او دايس على دواسة الفرامل. يعني ايه? مش دايس على البنزين ومثبت رجلك لا انت عاد بتدوس بتزود سرعة يعني فيه اكسليريشن. او بتدوس على دواسة الفرامل. تمام? يعني بحيث ان عندك اما فيه يعني بيحصل عندك ايه ه? لو احنا في حالة فهيبقى عندي الوهي ترانسفير بيحصل من وراء قدام. في حالة الاكسليريشن هيحصل من قدام لورة. خلاص? فاحنا بما اننا بنتكلم عن البريكس عندنا هنا فيبقى بيحصل ايه? يبقى الوزن هيقل لورة ويزيد ايه قدام. تمام كده? فالمفروض ان البريك فورس بتاعتك اللي هتتولد من العربية كلها هتبقى عبارة عن ايه? وزن العربية مضروف في الايه? في الديسليريشن اللي هي ايه? اللي هي هتعمل. تمام? والبريك فورس دي هتتقسم على المحور الامامي والمحور الخلفي. تمام? والديسليريشن بتاع الايه هنا هي هي رمز الايه بس الايه جي يونت يعني ايه? يعني هي من غير وحدة. يعني ايه يونت لس? يعني كدني بقول اللي هي زي ما كنا بنقول دي على جي. بتاعتك مقسمة على الايه الجرافتي بتاعي. خلاص? تمام كده? ومنها قدر اقول اجيب الوزن على المحور الامامي والمحور الايه? والمحور الخلفي. خلاص كده? ماشي. فدايما بنلاقي ان بيحصل ويترانس في الوزن بيزيده الدم ويقل ايه? ويقل وره. تمام كده? ماشي? وكل ما هزاود الديسليريشن. يعني كل ما هزاود الفرام اللي ان انا بدوز بيها. هتلاقي ان الوزن بتاعك الوزن بتاعك بيزيد. فلو جينا رسمنا كده العلاقة بين الاثنين. عندي الاكس اكسس بتاعي. هو الديسليريشن بتاعتك بس بالجي يونت. يعني ما اسمع الديسليريشن ما اسمع الجرافتي. والي اكسس بتاعك هو ايه? هو اللوت بتاعنا اللي هو او الوزن بتاع العربية. خلاص? ومعمول ايه مرتين? مرة لادن ومرة اللي هو ايه? الامتي او ان لادن. الادن ده يعني العربية ايه? الجروس فيك الويت بتاعها. يعني السواء بركاب وايه? وفي حمولة كمان. شنط او بضايع او طفر يعني في ايه? والفاضي ده او اللي هو ان لادن ده بيباس بيبازن العربية والسواء بس. تمام? فطبعا انت بتلاقي كل ما بتزيد يبالوي الترانسفير هيحصل له ايه? هيزيد. الوزن بتاع الاكسل الورا دايما هيقل ساقف حالة الادن او الامتي هيقل والامامي هو اللي هيزيد. ساقف اللو امتي او لو كانت العربية بتاعتك ايه? اه فل لوت. تمام كده? كل ما تزيد الوزن هيقل الورا ويزيد قدام. خلاص كده? تمام? بعد كده في في حاجة جديدة كده عندنا فرامتر جديد اسمه التراكشن كوفيشن. ده احنا اتعرضنا لها قبل كده في الجزء اللي هو بتاع الايه? في المسائل بتاعت الدرايبين. بس ما كناش ايه يعني اتكلمنا عنه يعني حسبناه لكن ما قلناش ايه الفرق بين وبين الميو بس. ده بيبقى عبارة عن ايه? بيقول لك انا الكل عجل عندي? بس هنا العجل الكل عجل عندي. المفروض لو اسمت البريك فورس اللي هي اللي موجودة عليها او اللي ايه في الحالة دي على الفيرتكال فورس بتاعه على الفيرتكال لود اللي عليها هايجيب لي ايه? أدرni كوفيشن confusing. ده النسبة ما بين الاتنين الهونجتيود والفورس اللي يجب jeu في الحالة بتاعتنا دي البريك. والفيرتكال فورس بتاعتنا اللي هو ايه او اللي هي ايه الوزن اللي عنده كل ايه عجل. فالمفروض النسبة ما بينهم بسميها ايه? التركشن كوفيشن. التاني اللي كنا بpicمة ده ده بيبقى نسبة ما بين العربية مطلعة كفورس على الوزن على كل عجل لكن الميو ده الميو ده بيبقى ايه الميو ده بيبقى برامتر تاني بس خاص بايه بالعلاقة ما بين نوع الطريق وكويتش بتاع العربية بتاعتك. تمام كده? ماشي. فالمفروض ان انا عشان اضمن انه ما يحصلش عندك سكيد او ما يحصلش عندي يعني ان العربية تبتدي انا بفارمل العجل ما بيلفش لكن العربية لسه بتتحرك. فده ده اللي بنسميه في حالة الفرامل انه حصل ايه سكيد او اللي هو البريك سليب. ماشي? فامت ده انا انا دايما انا دايما عايز ان الميو اللي انا بحسبه ده النسبة دي تبقى قل دايما من بتاعة الطريق. طول ما هو اقل يبقى انت ايه ما عندكش بريك لوك ويبقى انت في الامان. لو وصل ان هو بقى اكبر منه او يعني لو قده دايب احنا على بداية الايه بداية الايه اللوك بتاعه. فخلينا فاكرين ان دايما انا عايزي النسبة دي اقل من الايه من الميو اللي هو بتاعة الطريق. وده خاص بالعربية. اللي مطلقة على الوزن على كل عجل. لكن ده خاص بنوع ايه الطريق بتاعي. تمام كده? ماشي? فكل اللي انا هعمله ان انا هعود بقى ايه بحيث ان انا اجيب البريك فورس عند كل ايه? الفرانت والرير. بدلالة مين? بدلالة الوزن بتاعي. ناشي? خلاص? والمفروض ان المجموع اللي اتنين دول الفرانت والرير دول. يبقى ايه? هو البريك فورس بتاعي. اللي هي مين? اللي هي كانت دي. تمام كده? خلاص? فكل اللي هو عمله ان هو بس ايه? احنا قلنا ان الميو ده بيبقى عبارة عن ايه? البريك فورس مضروبة ايه? ميو في ده. خلاص? فانا هشيلي الديناميك ده. هحطه بدلالة ايه? المعادلتين دول. بس. فظهر لنا ايه? المعادلة هنا. ده بتاعة البريك فورس. البريك فورس عند الفرانت اكسل وهنا البريك فورس عند الايه? الرير اكسل. ماشي? خلاص? وكلها معتمد عليه? الديمنشن بتاعة العربية والديسيلوريشن والوزن والميو. تمام? ما عايش يا بشمان سوا ايه? كان ال السلايد اللي وراء اللي كان بيسوي حاجة توتل معلش? عشان ملحقتش ايش بدص. ده اللي هو البريك فورس. يعني ما انا بقول لك هنا ان الفرانت والرير بيسوي بتاعنا. بس وده ده الوزن بتاعنا. هو كل اللي هيميله انه حيشيل الوزن وهيحط في دلت الايه المعادلة بتاعته ده. ده الوزن ده ده الخوز ده هو مين? ده ده ديناميك ده ده ديناميك لوت بتاعك عند عند الفرانت بس ورحطت الميو هنا. بحيس كل ده الوزن بتاعنا. وده ايه الميو بتاعنا جبناها من المعادلة دي. خلاص? فكده انا عندي ايه اقدر احسب البريك فورس عندي ايه سواء قدام او ور. ماشي? وعندي فيه اتنين برامتر واحد خاص باللي العربية بتطلعه وواحد خاص بايه بنوع الطريق بتاعنا. ماشي? وانا عايز دايما ان العربية بتطلعه ده يكون ايه اقل من الايه من بتاع الطريق. ده ده اهم الشرطة عندي. عشان ما يحصلش لوك عندك في الايه في البريك. تمام? تعالوا نشوف ده وحيبين ايه الموضوع اكثر. فهينا بيقول لك احنا عندنا عربية خلاص. جينا عملنا ايه بيقول لك ان بتاعتك هتعمل فورس بكام بالرقم ده. والرير هتعمل بالرقم ده. تمام كده? وبعد كده العربية وزنها ايه الرقم ده. وبيقول لك بعد كده احنا هنقول ان الديناميك لود بتاعنا الديناميك اه الديناميك فرونت لود. يعني الوزن الديناميك والعربية بتتحرك على المحور الامامي بكذا. وبعد كده بيقول لك ان المفروض ان العربية دي هتجرب كم طريق تلات طرق. تمام كده? كم طريق تلات طرق. وادانا الميو بتاعهم. الميو للتلات طرق دول. خلاص? يبقى اللي هو الدهولك ده الارقام دي خاصة بمين الميو ده. لكن ده انت بتحسبه. ماشي? خلاص كده? فاداني الميو. كل اللي انا هعمله ان انا هحسب ايه? اللي العربية ماشية بيه. تمام كده? طب هحسبها ازاي? حاول ان المفروض البريك فورس بتساوي ده في ايه? وهو ما اديك الفرانت والريه رجمحهم على بعض واقسمهم على الوزن. اداني ايه? اداني ايه? اداني ايه? اه اه اللي العربية ماشية بيه. تمام كده? ده اللي العربية ماشية بيه. بعد كده هحسب الديناميك اه ويت على الرير. هيبقى عبارة عن ايه? التوتل ويت بتاعي ناقص الفرانت. حسبته. بعد كده هحسب بقى للمحور الامامي وللمحور الخلفي. خلاص كده? حسبت للامامي طلع بكام? خمسة وعشرين من مية. الخلفي طلع بكام? ثلاثة من عشر. تمام? فهو بقى بيسألك بيقول لك مين فيهم اللي هيحصله لك على ايه? على الطرق دي. فلو جينا شفنا كده اول طريق. اول طريق. المية بتاعه بكام? بخمسة وعشرين من مية. تمام كده? طب. احنا الشرط بتاعنا ايه? الشرط بتاعنا ان انا قيل ان انا عايز ده دايما يبقى اقل من ايه? اقل من بتاع الطريق. لو طلع اكبر منه او بيسويه. يبقى كده هيحصل عندك لك. فلو جينا شفنا بقى القيمتين اللي انت هسيبهم. اول طريق عندك بخمسة وعشرين من مية. طب انا متأكد. يبقى ده كده هيحصله لك ولا لأ? ده قدو. يبقى هيحصله لك. طب والخلفي. الخلفي قريده اكبر منه. يبقى هيحصله لك. يبقى كده العربية لو مشت على الطريق ده. والراجل ده سفرامل. المحورين هيحصل لهم لك. تمام? لو جينا شفنا الطريق التاني. الميو بتاعه بتلاتة من عشرة. لو جي ده سفرامل. المحور الامامي بتاعه. الميو بتاعه بخمسة وعشرين من مية. بدم ده اصغر من ده. يبقى هنا مش هيحصله لك. طب والخلفي. الخلفي هيحصله لك لانه هو قدو. طب لو جينا تبقى اخر طريق. اخر طريق الميو بتاعه بتعملية من عشرة. بما انه الرقمين دول اقل منه. يبقى كده ايه? مش هيحصل هنا لك. تمام كده? يبقى اول طريق اللي اتنين هيحصل لهم. تاني طريق الخلفي. تالت طريق. مش هيحصل ايه? مش هيحصل لك للمحورين. مفهومة ده شباب? عشان بس ايه? تبقى عارفين الفرق بين الاتنين دول عشان ما حدش يطلق ده. ناشي? لان اللي بنحسب منه بتاعي ده ايه? الميو ده التراكشن. ده اللي العربية مطلعها. لكن دول بيبقى خاص بالطريق. لازم تبقى عارفين ايه الفرق ما بينه. ناشي يا شباب حد عنده وسائل في دي? ايه او اه مفروض تبقى اصغر يعني. اه. 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 عشان ما يحصلش لك عندك. اهو الشرط بتاعنا ايه? مش ده الشرط بتاعنا اهو? لازم تبقى ايه? اصغر منه. بس. حسابته وقرنته بالطرق بتاعي طول ما هي قده اصغر منه. يبقى ايه ايه? طول ما هي اصغر منه يبقى ايه? في السليل. تمام كده. ما عالش ليه 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 الاكسيريشن بنكتب آآ آآ مضروبه في جي في الاخر. مش فاهم بس. عشان اسمينا على الو. جي يونت آآ اللي ايه بالزبط لان ده فورس على فورس. مش دي فورس وفوق. مش ال 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 بريك فورس دي. وحدتها ايه? مش دي نيوتن? والوزن وحدتها ايه? نيوتن. بس. فانا بقى اجيبها ايه? اللي بيطلع لي بيطلع لي وحدتها ايه? بالجي يونت. تمام? يعني انت اللي عايز تعرف خيمة الدسيليليشن. حتضرب ده الرقم ده في تسعة ثم coming a10INT. يعني دي مش كوميتها الاصلي. يعني عشان اتجيب الكوميتها الحقيقة باضربها في اللي هي ال جي بقى. اه اه بس بالزبط. ولو كتبتها كده ما هي بردو كده صح. هنا انت هي مش دا قيمة ammedدسيليشن بتاعتك. بس انت هنا كتبها وحدتها ايه? جي يونت عشان كده انا كاتب جي. تمام? التانية لو حتفسارها مبقى. يبقى لازم بتكتب ايه متر على الثانية تربيعية. تمام. تمام كده فهمت الفرق? ماشي? تمام. ماشي? والاوقع للبني ادم يعني كتجارب وكده الاوقع دايما بينسبوها الجي. يعني لو جيت شفت مسلا التجارب بتاعة للعربيات او للطيرات لما يجيوا يتكلموا عن الرقم بيكتبوه دايما بيرمزوها دايما رمز الجي. ماشي? لانك انت مش هتفهم لما قولك مسلا 11 متر على الثانية تربيع مش هتفهم. لكن لما قولك واحد ربع جي. مش جيه هتبقى اوقاع لك اكتر? اه طبعا. اقولك اتنين جي تلاتة جي نص جي كده. ناشي? اه في حد عايزة يسأل سؤال? مهندس. ايه. هو ليه عايزة مش فهمها. هو ليه الميو مش عايزة تكون اكبر من الجزد الميو بتاع التراكشن النادي من العربية. ليه مش عايزة تكون اكبر. ما لسه عايزة قابليها. لسه عايزة من دقتين. عشان ميحصلش عندك ايه. عشان ميحصلش ايه. انا جاي لحضرتك في الكلام. وحضرتك انا اسمعت حضرتك. بس انا مش عارف. هو ليه مش عايزة يعمل لها لك. ما انه انا بفارمل عشان يلوك. يعني انت عايز لما تفارمل. يعني انت عايز لما تفارمل. العجل ما يلفش لك العربية لسه بتتحرك? ايه? يعني ايه حصل لك? ما انت فاهم معنى الكلمة الاول? يعني ايه حصل بريك لك? عجلة مسكت. حلو. والعربية لسه ايه بتتحرك? هو ده طبيعي? لا مش طبيعي. بس? يعني ده مسكت. تمام. فهمت قصدي? او انك انت فحلت الاكسليريشن. انت العجل بيلف? لكن العربية ثابتة. هل ده طبيعي? لا. بس? بس? بيحصل ايه سليب هنا? صح? مش عينها بنقول هنا فيه سليب? نعم. تمام? في الحالة دي احنا بنقول بيحصل ايه بقى بتاعنا? اول ما بتحصل يعني دلوقتي يعني انت ما بتسيطرش على العربية. صح? ولا لا? العجل ثابت ما بيلفش لك العربية لسه بتتحرك. هل انت بيباليك سيطرة عليها? بس. هل هتقدر توجه? هل هتقدر تعملها ستيرين? بس. يبقى انا عايز دايما ان ما يحصلش عندي ايه? البريك لوت. تمام كده في امتقى? تمام. ماشي? طب بعد كده بس في حاجة بس رح احنا بعد بعد ما حسبنا دول ده البريك فورس بتاعتي. قال لك طب قال لك طب ماشي انا بقى لو عايز اتخيل ان انا عايز اعرف ايه هي اكبر ايه اكبر بريكينج فورس اخدها او اكبر تقدر العربية تعملها. قال لك في حاني حالة احنا اقولنا ايه? الشرط بتاعنا. احنا الشرط بتاعنا اقولنا ايه? انا نفسي ده يبقى دايما ايه? نفسي ده دايما يبقى قل من ده. طب ايه اللي يحصل لو سويت اللي اتنين ببعض? مش انا كده هروح بقى يعني لو زودت اي حاجة زيادة بسيطة المفروض هيحصل عندي لوب? انا عايز اشوف اقصى حاجة تقدر تطلعها العربية ايه بقى? اكبر تقدر تاخدها? قال لك في الحالة دي. الحالة دي اللي هي ايه? لو التراكشن كوفيشن بتاع المحاور بتاعك بيساوي ايه? الكوفيشن تفاديجن اللي جاي من الطريق. بيساوي مين? هيساوي الديسليريشن اللي العربية ماشية بيه. قال لك ساعتها فاحنا بنقول ان العربية دي دلوقتي كده ماشية باكبر ديسليريشن تقدر ايه? تقدر تطلع. بحيث ان هي لو زودت عنها اي زيادة بسيطة هيحصل ايه بعد كده? هيحصل بريك لوك. ماشي? خلاص يا شباب فاهمين دي? دي اكبر حاجة على تطلع. اي زيادة بعد كده عليها? هيحصل بريك لوك. تمام? خلاص كده? فكل اللي هو عمله ان هو ايه? شايفين المعادلة دي? ده البريك فورس العادية ان انا هاخد الميو ده وسويه بايه? بالديسليريشن بتاع اللي هو الشرط ده. فتتحول المعادلة ايه? للمنظر ده وجابت الوزن حطه الناحية التانية. ماشي? يعني الوزن كان مكتوب هنا اخده وراح اسم الفورس بتاعتك على الويد بتاعك. وسمها ايه? اوبتمام نورمالايز بريكين فورس. ماشي? يبقى الاوبتمام نورمالايز بريكين فورس دي? هتحصل امتى? عند الماكسوم ديسليريشن. اللي هو الشرط بتاعي ايه بقى? التركشن كوفيشنت هيساوي الادهيجن كوفيشنت بتاعي. وهيبقى بالمنظر ده. خلاص? ده على الفرانت وده على الرير. لو جيت جمعت الاتنين دول كده على بعض. لو جمعت الفرانت وزايت الرير هتلاقي مجموحهم بيساوي ايه? بيساوي الديسليريشن اللي العربية ماشى بيساوي. ماشي? ماشى شباب اي سؤال في في الجزاية دي? ده الشرط بتاعي ايه? الماكسوم ديسليريشن. مفهوم ده? باش ماندس وصوعت اوه انا الديسليريشن برضو بالجي يونت برضو مش مش دي نسبة? مش دول نسبة? فورسة على ويت تبقى ايه? بس فلازم تطلع لك ايه نسبة برضو. ماشي? خلاص? ده الماكسوم بتاعي. دي اكبر تقدر تطلعها العربية. خلاص? بعد كده عايزين بقى نرسم عايزين نرسم عايزين نرسم العلاقة دي. ماشي? فهنا فيه مثال اهو كده بالمنظر ده. بيقول لك ايه? عندنا العربية. ميديك الوزن بتاعها. وميديك ايه? بتاعها على الخلفي. تمام? وبعد كده بيقول لك الهايد بتاع الارتفاعي بكزا. وبعد كده طالب منك ايه بقى? طالب منك. عايزين نرسم بقى بتاعتي? هحسب عن من واحد من عشرة لغاية واحد واثنين من عشرة ايه? جي. تمام? فلو جيت بصيت للخانون بتاعي? الخانون بتاعنا ايه? ادي اللي هو البريكينج فورس بتاعت اللي انا هرسمها. بتبقى علاقة في مين? الديسريريشن. ومين اللي واحد واتش? اللي هي ايه? مكان السي جي. فاول حاجة هعملها لازب اجيب ايه? احسب اللي واحد. اللي واحد بحسبها ازاي? اللي هو الوزن الخلفي. الخلفي مقسوم على الايه? على الكل بتاعنا. خلاص? وبعد كده بحسب ايه اللي دي ما ايه? موجود عندنا. واروح معوض ايه في المعادلة بتاعتنا دي? اللي هي بالمنظر ده. خلاص? كل اللي انت هتعمله. انك انت هتيجي تفرد هو ايه لك الرنج بتاع الايه? من واحد من عشرة لواحد واتنين من عشرة. تمام كده? هتخش انت في المعادلة. بتفرد الايه? تحسب الرير. وتحسب الفرونت. بالمنظر ده كده. شايفين الجدول ده? اول صف فيه. بتاعتي. بالارقام من واحد من عشرة لواحد واتنين من عشرة. بعد كده. اخش في المعادلة بتاعت الفرونت والرير. احسب ايه? الاتنين. لو انت ماشي صح. يعني لو عايز تتأكد انك انت ماشي صح. ان المفروض لو جمعت اي رقامين فيهم. حيساوي مين? حيساوي بتاعتي. لو جينا بصينها هنا في المعادلة. ده بتاع الرير وده بتاع الفرونت. لو جمعت الاتنين دول على بعض. حيساوي مين? بتاعتي. تمام? خلاص? عشان تبقى متأكد بس انك انت ماشي صح. او انك انت تحسب الخلفي ومن تتراحه بعد كده من الايه? جبت الفرونت على طوب. ماشي? تمام? وبعد كده هبتدي ايه? ارسم بقى ايه? الكيرف بتاعي ده. فبحط هنا الرير. وهنا بحط الفرونت بتاعي. وهبتدي ايه? ارسم بقى ايه? يطلع لك الكيرف بتاعك بالمنظر ده. تمام كده? ده الايه? بتاعتي. اللي هي مين? الاف على الو بتاعي. ماشي? تطلع بالمنظر ده. تمام? ولو وصلنا كده النقط دي. فالخطوط دي اللي هي بيتمثل ايه? ده الايه? السبوت بتاعي ايه? الديسيريشن بتاعتي. هنا ايه? واحد واثنين من عشرة. هنا ايه واحد اثنين من عشرة. توصلهم ببعض. وترسم ايه? الكيرف بتاعي ده. خلاص? فده اول حاجة مطلوبة منكم النهار ده. ان احنا نرسم ايه? الكيرف ده. هل في اي مشكلة ده؟ في حد ما في عنده اي اسئلة في الجزئية دي؟ حي حد يرد. وحضرتك. وحضرتك بيقول نرسم الكيرف اللي هو بتاع النورماليس ده بس. اه نرسم. اه. ده يعني ده مطلوب رسمه النهار ده ان شاء الله. خلاص? والخطوط اللي هي اللي عندها الديسيريشن ساب تاني. لا انت بتوصل كل قيمة باللي زيها بس. خلاص. يعني دي خم. مش دي الميلي. دي الميليين كام. بوصل كل قيمة باللي زيها. الاكس بالواي. هي هي. يعني هنا ستة من عشرة بوصلة بوصلة بستة من عشرة. بس. ماشي? انا بس. دكتور ده. الكيرف ده. هيكون بروغرس دلوات يعني? لا لا انا قصدي يعني هل في مشكلة في رسمه? بعدين يعني هل في مشكلة في رسمه? النهاردة ما فيش بروغرس انا اي. انا بس هل في مشكلة في رسمه. لا تمام يا دكتور تمام. تمام بس ده سؤال لي. خلاص? ده اللي هو ده اللي هو بيقول اا١٨٠٠٠٠٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ َ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢ نورموليز diabetes. بس صح? دي اللي هي بتاعت سبوتي بتاعتي. دي اللي بتاعت الديسريريشن. يعني انا شوف دل. دل هي بقسمها على الوزن بس يعني. اه ده هنا ده ده. ده الفرونت وده. اه اه الهو المال المش كيرف المال الخط. ايوة اكيد بس. تمام? يعني الخط ده لقاطع الكيرف ده فانهي نقطة. عندي ديسريريشن بكام? بستة من عشر. ده عندي كام كزا? ماشي? فاهمنا كده? تمام. تمام? خلاص? مفهوم ده يا شباب? فدي اكيد اول حاجة ان احنا نرسم الكيرف ده. طيب لو تخيلنا بقى ان انا لو مديت الكيرف بتاعي ده. مش احنا رسمنا الكيرف ده. هل هل مدناه لغاية ما يقطع الواي اكس? هل قطع الواي اكسس بتاعي? في الحالة بتاعته دي? لسه. لسه تمام. طيب لو اتخيلت ان انا بقى فضل ترسم لغاية ما رح اقطع الواي اكسس بتاعنا. معناها ايه النقطة دي? النقطة دي معناها ايه? حد يعرف? حلو حلو قوي. معناها ايه بقى? يعني اللي قدام هاي هو اللي هيفر من الاول مثلا او العربية هات? العربية اللي من وراء بترفعت? هاي زي الفول ممتاز. ده انت محمود? اه. هاي وممتاز. يعني انت وصلت للمرحلة دي لايه بقى? انت دوست فرامل? او عملت? لدركة ايه بقى? ان الوزن المحور الخلفي بتاعي ابتدى ايه? يترفع من على الارض. خلاص? ماشا شباب? مفهومة دي? في خيمة معينة. لو وصلت لها النقطة دي. مش ده بيمثلي مش الواي اكسس بيمثلي الفرونت والي اكس اكسس بيمثلي الرير? صح او لا? تمام? طب لما انا بقى واقف هنا معناها كده الرير بكامل? بصيف? بصيف. يعني البريك فورس اللي جايه لك من المحور الخلفي بكام? بصيف. بصيف. يبقى معناها كده الوزن اللي على المحور الخلفي بقى بكام? بصيف. بس يعني. يبقى ساعتها بقى احنا بنقول ان العربية المحور الخلفي او العجل الخلف الكويتش اللي ورا. هيبتدي ايه? يسيب ايه? يسيبت الارض. تمام? فاحنا خلاص كده? فدي ايه بنسميها كريتكال ديسيلريشن. عندها انت المحور الخلفي هيسيب الارض. تمام كده? طب بالمثل بقى لو جينا للنقطة دي. بخلي بالك من الاسكيل هنا. الاسكيل ايبقى انت كده بتعمل ايه? بنعمل بريكي ولا بنعمل درايفين. تمام كده? طب لو اتخيلت ان انا مديت الكيرف بتاعي لغاية ما قطع ال اكس اكسس بتاعي. النقطة دي بقى. معناها ايه بقى? نفس الكلام. هتيجي تنتدوس اكسليريشن لدرجة ان المحور الامامي بتاع العربية حيترفع ايه? من على الطريق. خلاص? فساعتها انت بتعمل ايه? كريتكال اكسليريشن. يعني فيه خيمتين. فيه خيمة. انت انت ممكن تيجي تفارمل لدرجة ان الوزن كله يروح من وراء لقدام والمحور الخلفي يترفع من على العربية. يترفع من على الارض. تمام كده? خلاص? فساعتها انت بتعمل ايه? كريتكال ديسريريشن. ماشي? طب لو زودت بقى اكتر مش ممكن العربية كمان تتقلب بعد كده? صح ولا لأ? يا الناس معايا ولا? الصوت طوال مش قافي. يا شباب. اه حضرتك ايه. تمام? النقطة دي بيتمثلي كريتكال ديسريريشن. المحور الخلف هيترفع من على الطريق. بالمثل لو انا بعمل بقى درايفين عشان كده هنا مدي الارقام بالسالب. فيه خيمة انت الويت ترانسفير بيحصل من وراء لقدام ولا من قدام لورا? في حالة الاكسليريشن. من قدام لورا? يعني الوزن بيقل قدام. انت ممكن تيجي في لحظة تعمل اكسليريشن لدرجة ان المحور الامامي بتاع العربية يبتدي ايه? يصيب الطريق. فعندها يبقى انت بتعمل كريتكال ايه? اكسليريشن. القيمة بقى بتاعت الاثنين هتتحس بايه? من القانون ده. ماشي? ده لو انت بتعمل الفرامل. لو انت بتدو صفر مالا دلوقتي. والمحور الخلفي بتاعك هيبتدي سيب الطريق. يبقى بتاعتك بالخيمة دي. اللي واحد على ايه? كايه? كجي يونيت برضو. لو بتعمل اكسليريشن. والمحور الامامي هيبتدي يترفع من على الطريق. يبقى الاكسليريشن دي بالجي يونيت. هيبقى قيمتها بكام سالب اللي اتنين على ايه? مفهومة دي يا شباب. ايه سؤال في دي? ايه يا سيلة. خلاص. اوه معلش روش منس للجراف ايه. ايه. الموكهدك طول بس الكونية الاستخدامها فيه بالزبط عشان انا بس نطلقها. ده هي اهو دولهم. دول. ده كل واحدة فيهم وده مجموعية ايه. يعني شوف انت هتستخدم ايه اي واحدة فيه. ده ده الاتنين ادي الفرانت وادي الرير. خلاص. تحسبهم وطرح راسم بس. بتفرض انت الديسيليريشن وبعد كده تحسب كل واحدة فيه. انت هترسم ده بس. ماشي? انت هترسم ده بس. لكن ده انا بشرح بس عليه عشان اقول لك النقطة دي. والنقطة دي بس. ماشي? ماشي? مش مونس هو ايه الفرق اللي هي النورمالايزد ولا الاوبتمام معلش? لا لا هي اياها ما هي اياها. اللي اتنين كده كده. ده هو هو نفس الكيرف. انا لما بقسمها. لما بقسمها على ال W بتسمي ايه? اوبتمام نورمالايزد بريكين فورس. ماشي? الاوبتمام دي الاوبتمام دي اللي هي من غير ال W. لما اسمها على ال W بقسمها ايه? نورمالايزد. ما هي الاوبتمام دي اللي هي بتمثل ايه? اعلى حاجة هقدر اخدها. خلاص كده? لو قسمتها الوزن يبقى اسمها ايه? الاوبتمام نورمالايزد بريكينج فورس. ماشي? تمام? يعني بص دي كده اسمها ايه? دي كده بريك فورس بس. خلاص? دي كده كبريك فورس. تمام? التانية بقى اللي هي الاوبتمام بتاعي الاوبتمام اللي هي عندي ماكسام دي سريش. فالمفروض ان هي بتساوي ايه? الكلام ده كله مضروب في مين? في دابيو. طب لو قسمتها على دابيو بقى حيبقى اسمها ايه? كده. ماشي? فعرفت كده الفرق بين الاوبتمام والاوبتمام نورمالايزد. ماشي? هي الاوبتمام هي اللي هي بتاعت اه اللي هو اه يبقى اه وصير كلهم ببعض. اه اه يبقى اه بتاع الكوفيرشن تبايتشن بتاع الطريق. يعني اللي هي بتاعتك اه اه بالجي يونتز. تمام؟ اللي هي بنقول اكبر بريكين فورس هتقدر تاخدها العربية. تمام كده عرفت الفرق? تمام. هي الميو بقى ما عدتش اللي انا سويتها بالدي جي دي اللي بتاعة الفريكشن ولا ملاحش علاقة يعني. التلاتة المهم. ما انت عندك التلاتة. ده اللي هو النسبة بين الاتنين. ده اللي هو ايه? النسبة بين الفورس على الفورس اللي على الكاوتش. تمام كده? والميو ده اللي هو بيبقى ايه? اللي بيبقى على حسب نوع الطريق. ماشي? ده اولا بيكون بيساوي الدي جي لما بيكون اوتيمام. اه في حالة انا بساوي اللي التلاتة بيبقى اضبعها بالزبط. تلاتة بيبقى اضبعها. تمام. ماشي كده? خلاص? بعد كده عندك المعادلة اهيه? المعادلتين بتاعة الفرنط بتاعة الريير بترسم منها ايه? الجراف بتاعها. وبعد كده اخر حاجة اللي هي الماكسيمان بقى سواء او اكسليريشن بتتحس بيه من الخانونين ده. بس هو ده اللي مطلوب منكم النهارة. تمام كده? ماشي يا شباب. هي بتسليمه امتى? بش مانتس? لا لا هو الدكتور ما طلبش ان هو تسليم. قال لي بس يعرفه وخلاص. بس يعني ما قال ليش تسليم. تمام? خلاص? وهو غالبا ان شاء الله الاسبوع الجاي. هيبقى يوم الحد جاي هيبقى فيه الكوز. عرفتو? هو قال ليكو كده صح? هو الكوز هيبقى داخل غاية فين? هو هيبقى في البريكس. المفروض لغاية اخر حاجة. يعني. نعم? اه اه في البريكس ان شاء الله. يعني بتاعة الاسبوع ده داخله فيه ان شاء الله. ماشي? خلاص يا شباب اي حد عنده اي اسئلة في الجزيدي? اي اسئلة? يعني حالي انه باش مهندس يعني مفيش اصايم انت ده يتعمل بينه وبين نفس يعني. اه اه يعني حلاء انت ده.